بسم الله الرحمن الرحيم ازاكم يا شباب عاملين ايه يا رب تكونوا بخير معاكم خلد عبد الله في فيديو جيد الفيديو ده بعيد عن المحتوى اللي انا بقدمه شوية بس هو مهم جدا في الفترة دي وحرصا من الواجل بالوطني بتاعنا نهاردة ان شاء الله هعرفك ازاي تعرف انت لك حق الانتخاب ولا لأ وتعرف مكان الانتخاب سواء دايرة او مركز والمدرسة اللي انت عطلوق تدي صوتك فيها موضوع سهل وبسيط بس قد مبدأ الفيديو لاتنا نساش تضغط لايك وتعم سبسكرايب لان ده بيشجعنا نحن نستمر في تقديم المزيد من الفيديوهات يلا بينا نتعرف على التفاصيل في البداية ان شاء الله هكون سايب لك لينك تحت الفيديو وهتنزل تضغط عليه عادي تحت في الديسكريبشن انا هشرح على الموبايل عشان مش كل الناس بيكون عندها كمبيوتر في الفترة دي من الزمن فانهاشرح على الموبايل ان شاء الله بعد ما تخش على الانك تحت الفيديو ايسر هنا دلوقتي الشرح هتلاقي الموقع ظهر معاك بالقائمة دي وده الموقع الرسمي للهية العامة للانتخابات تمام كده تمام طيب كل عليك انك هنا بيقول لك دخل الرقم القومي بتاعك فانت هتدخل الرقم القومي بتاعك عادي خالص اللي موجود في البطاقة مش مالي اليمين وبعدك هتضغط على استعلام انا ضغطت على استعلام هنا بيقول لي رقم القومي بتاعك ليه حق الانتخاب عادي خالص مفيش اي مشاكل عليك او اي حاجة وليك حق الانتخاب وبيقولك انت في قسمة سوق ومحافظة قف الشيخ بس ماكتبليش المدرسة طيب انت قبل الانتخابات مثلا باسبوع او حاجة زي كده بتخش على الموقع بتلاقيه تحت اكتبلك مكان المدرسة بتاحتك ولجنة رقم كام وكل المعلومات دي لكن هو دلوقتي عشان انا قابل الانتخابات بشهر فكان لازم عمل الفيديو قابليها بشهر مثلا فهو مش جايب لي اي معلومات من دي بس كده امعلم بقى كان وضوع الفيديو ده باختصار شديده ياريت بقى لو انتشاش تضغط لايك وتعمل سبسكرايب لان ده بيشجعنا ان احنا نستمر في تقديم المزيد من الفيديوهات لحد كده يكون فيديو النهاردة خلص سلام عليكم